فليحظر العالم من هذا الإجراء إن الجامعة العربية ترفض التهجير القصري ليس فقط باعتباره جريمة منصوص عليها في المدة 49 من التفقية جينيف الرابعة وإنما بوصفه استراتيجية ممنهجة تسعى إسرائيل إلى تطبيقها لتصفية القضية الفلسطينية ومع ثقة الكاملة في تنبه الشعب الفلسطيني إلى هذا الخطر المحدق بقضياته وفي تنبه الدول العربية المحيطة لخطورة الأمر فأنه من المعيب على العالم أن يسمح لمسؤول أي دولة بترتيد مثل هذه الترهات التي لن تتحقق على أرض الواقع وأنما ستزيد الجميع غضباً ومرارةً وعنفاً لن يعيش الفلسطينيون والعرب نجبةً ثانية ونرجو أن يفهم العالم عبر هذا المجلس مغزى هذا التأكيد أن الأولوية العاجلة اليوم هي لخلق آلية مستمرة لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح وخلق خط إمداد متصل لنقل الاحتياجات الإنسانية إلى داخل القطاع إلى حين استعادت الهدوء أن الشاحنات التي تم إدخالها في الأيام الأخيرة تمثل في الحقيقة قطرةً في بحر بحر احتياجات السكان الذين كانوا يعيشون على مئة شاحنة محملة بالحاجات الضرورية من غزاء ودواء ووقود يومياً أكرر يومياً أذكر المجلس الموقر أن الصراع الفلسطينية الإسرائيلية لم يبدأ يوم 7 أكتوبر والقضية الفلسطينية ليست ولن تكون إحدى تفريعات الحرب على الإرهاب لقد حذرنا وحذر غيرنا كثيراً من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة الأراضي المحتلة سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية حيث يعيش الفلسطينيون تحت نظام احتلال عسكري يقوم على التفريقة العنصرية هو وضع غير قابل للاستقرار وأن عمليات العنف لن تولد سوى المزيد من العنف والرغبة في الانتقام لقد آن الأوان لمعالجة السبب الجزري لموجات العنف المتبادلة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود سبعة وستين كفيل بتحقيق الأمن للجميع إن الوقوف إلى جوار الجانب الصحيح من التاريخ يتمثل في الحقيقة المؤكدة في الوقوف إلى جوار الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وليس الوقوف إلى جانب قوة الاحتلال وأكرر قوة الاحتلال وليست هناك صيغة أخرى تحفظ الكرامة والحرية للشعب الفلسطيني والأمن الإسرائيليين سوى حل الدولتين أرجو أن تدفعنا الأحداث الحالية فعلاً للتفكير في المستقبل وفي الأجيال القادمة من دون أن نكرر أخطاء الماضي شكراً سيادة الرئيس